موسيقى السلام عليكم ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة معتكم النهاردة في حلقة جديدة ومميزة جدا جدا نكمل حلقة اللي فاتت من برنامجكم دكتور شاف معانا الشاف الجميلة دكتور داعنا ويرس ازايك 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 دكتور عاملين والله انت الوحشاني كتير انت وحشاني وانت وافه جملي ايه رأيك بقى جميلة واطلالتك حلوة وكمان التفاعل على الصفحة الناس كلها قعدة بتسأل على الكوليسترول ايه كوليسترول وعايزين نكمل عن الكوليسترول والناس كلها بتتكلم نعم احنا زلوا بتكلموا احنا جايين وعايهم عشان ياخدوا ولا هم نصحفهم عشان بالزمت كده هو ده هدف البرنامج ان ازاي نوصل المعلومة بطريقة بسيطة مش بطريقة مكالكعة ولا فيها كتير جدا اعلى المشاهد ان يكون صعب انه يفهمها وكمان ناكل بطريقة صحية واكلنا العادي اللي احنا بناكله ناكله كمان بطريقة صحية من غير ما نحس ان احنا محرومين ولا زعلانين ولا متكلفين زيادة بالزبط عشان في ناس بكرة حياة صحية مكلفة خالص ميش يلا بنا نهارده هنكمل الخطة بتاعتنا بتاعتري تخزين على جال الكوليسترول اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت النهارده هنتكلم للناس اللي سألتني سؤال هو ده اللي خلاني اكمل ايو قلت لي طيب يا دكتورة انا لما شكت انا عندي كوليسترول امتى انا شخص عادي مش ركي من اي حاجة امتى روح احلل وانا لو عندي كوليسترول والزبط هل هعيد التحليل تاني ولا خلاص كده اهه ده موضوع مهم جدا والاسئلة دي قعدت جالنا بصراحة طول الاسبوع على الموضوع بتاعنا الكوليسترول والتغذية العلاجية فلازم طبعا نحط تحدي للموضوع ده ونحط كلام فاصلي ريح الناس دي كلها ازاي تقدر تحدد ازا كان فيه اولاقة ولو عملت التحليل ممكن تكمل ازاي يلا يا دكتور يلا بينا احنا دلوقتي لو احنا فعلا كان عندنا الكوليسترول حللنا مرة اخدنا العلاج هناخد العلاج ونكمل خطة التغذية العلاجية بتاعتنا احيز اقول لكم ان انا في العيادة كان بيجيلي ناس بقالهم سنين سنين بياخدوا الادوية عشان تخفيض الكوليسترول والغاية دلوقتي بتخفضش ليه؟ لانه هو مش ملتزم من خطة التغذية العلاجية فخطة التغذية العلاجية وتصبيت اكلي مهم جدا جدا زي الدول اللي باخده مهم جدا لازم تخس لوازنك زيد ولازم التغذية العلاجية الاكل الممنوع اللي انا قلت عليه المرة اللي فاتت لازم لازم امنعه اقلله فترة على الاقل لغاية لما الكوليسترول بتاعي يتزبط دلالتي انا صبحت الكلسترول وصل لحده الطبيعي انا هرجع عيدة تحليل ثاني فيه اشخاص لازم يعيدوا تحليل ثاني كل فترة دي كل تلات شهور هعيد التحليل ثاني مين بقى دول الناس اللي عندها الكوليسترول هو راسك اللي في العيلة طبيعي ان عندهم كوليسترول تمام لو عندي بقى ادوية معينة باخدها او عندي مرض معين في حاجات مهمة جدا ان انا اكمل تحليل تحليل متابعة كل شوية وتشكة على موضوع الكوليسترول جميل يا دكتور نبدأ بقى نتكلم في الادوية ايه الادوية اللي ممكن لو انا باخدها احل الكوليسترول الادوية في الصرع الناس اللي عندهم هايبر اكتيفيتي في المخ اللي عندهم كهرباء في المخ خاصة بياخدوا ادوية معينة ممكن تسألوني على الصفحة اقولكم اسم الادوية دول هيعيدوا لتحليل كل 3 شهور عشان يتطمن ان الكوليسترول بتاعه مزدش الستات اللي ماشيها على هرمونات ملع الحمل اه الهرمونات وتغيير الهرمونات والاخبطة الهرمونات ده بتغير كل حاجة تقريبا في الجسم هرمونات مانع الحمل اللي مناخدها مثل حاجات اللي بتزود الكوليسترول جدا وبتزود الاستعداد للجلطة جميل فالناس اللي بتاخد هرمونات مانع الحمل لو كان عندك هستوري قديم للجلطة ما يفعلش تغيير مانع حمله هرمونية لو سنك عد 40 سنة لازم اغير مانع الحمل الهرموني المانع غير هرموني اللي هو الاشهر حاجة الاول الحاجات الموضعية تمام كده يبقى انا لو عند لو باخد ادوية هرمون او ادوية سرع وهي الهرمون اللي هي مانع الحمل الهرموني ده اللي ماينفعش لازم على طول اكون متابعة كل شوية اتابعة السترول بتاعي طالما انا ماشي فترة طويلة جميل حاجة ثانية مهمة جدا وعايز اقول لك صدم التاس كتير جدا ان بنات كتير بتمشي على ادوية برشام لحب الشباب ده في ممكن بيسبب شوية لخبطة في كلسترول جدا للأسف جدا اللي هو الايزو تريتينوين لو اسم التوباري معروف جدا بس مش هقدر اقوله ممكن تسألوني برضو عن الصفحة طالما انا باخد ايزو تريتينوين اللي هو بتاع حب الشباب كبنات لازم كل ثلاث شهور وانت بتاخدل عليك تحللي الكوليسترول لازم انا هستأذن حضرتك بقى نخش كده على حاجة لطيفة اه يعني نريح ندلع كده حبيبنا كده المرة اللي فاتت فاكرة عملنا ايه؟ انا شايفت توص من المرة اللي فاتت؟ لا مش من المرة اللي فاتت بقى يوم مش هناخنطه طايب عملنا واحد تانية دكتور فيي احنا ما بنبطلش يشغالينا 14 ساة بالذب لا مش قاعد احنا عملنا غيره وقولنا نعمل بيزا ينفع بيزا من غير بيزا ايه اللي بيزا من غير بيزا بيزا النهاردة بيزا من غير بيزا انا ما تلنا كيكا من غير كيكا بالذب شفتوا بقى انا ما بأسرش لا والله ما بيتأسرش معا هناخنطع بيزا بيزا من غير بيزا وقبلك لو هترجعوا لحلقات اللي فاتت كيكا من غير كيكا وكيك بوبس من غير كيك بوبس ينا عملنا جو ايه؟ ايه طيب ايه الكيكا من غير كيكا ده هشتاج اوه هشتاج دي كيكا من غير كيكا يا ارده هشتاج بقى دكتور دور نمر تحت كده يلا هشتاجات بقى على طول على طول ووروني هتعمل قول يلا بينا يلا بيناนها تعملين لا اذا انا هفجأت التوست اللطيف شفت جماله شفت جماله طحفة كمكت عاملهم بالعدد بالبركة ناخد واحدة كده صويرة شوية بتروستي في الصناية ممكن الصناية دي اكون دهنا مادة دهنية ممكن لا مش محتاجة معلقة كاتشب يعني انت بدي لي العلين بالضبط و ايه؟ كل واحد قطعته بمزاجه مع كوبات الشيء بتاعته يعني انا مقالي سعروها عاني فتاكل بيضا روح عجل لسه لا لا الدنيا ألطف من كده ما فيش و ايه؟ احنا احنا عملنا التوست ونحطه في الفريزر ونسحبينه نعمل اللي احنا عايزينه بالزبط كده صاندوشيت بقى عجوة بتاعت المرة اللي فاتت اللي اتفقنا عليها بالزبط مع جبنة قريش ممكن نحماصه ونحطه في طبق السرطة ممكن نعمل الفتوش بقى فكرتين بالفتوش والاكلات الليبنانية الرائعة طب شوفي ده في ثانية ممكن على الصلصة دي نروح حاطين عليها شوية التوابل ونحماصها في الفرن وتبقى هو كده وخلاص او بصي بقى طوم وزبدة هي واقفة معي ليه؟ طوم وزيت زتون يا جماد روح يا عزة دلوقتي عشان كده احنا نختلف جدا مش حرفع كده يا جماد روحي بقى انا كم حلقة بحارب معاك انا قاعدة شغالة وبحاول وبعصر في نفسي ويا مش مقدرة مش مقدرة مش مقدرة اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب طب تعالي اشوفي انا هعملي كده اتضالي بيتزة من غير بيتزة اهه بيتزة من غير بيتزة شوية الخضار بتاع البيتزة بتاعك بالزبط كده شوية تماطب حلوين كده زي متحبي يعني الكمية قطري قليلي ده يعني شوية فلفل ايوه لحد كده انا مدلعاكي والله روقع مش عايز اقول كلمة واحدة بقى اكتر من كده انا عاملة اللي علي ومؤثرتش خشي بقى نسيبك من الكلام ده بقى دلوقتي عندي صدر فرخة بيت اقطع واحطه اصيبه يعني احنا اخدنا الموز واستحلكنا بالزبط اصيب في صدر الفرخة ده لا ارميل لا ما ينفعش انا كمان اخد حتة اصيح الناس مفترناش يلا بنا بقى نحط من الكلام الجميل ده بقى كده كم قطعة كده كيفه في ناس شكلهم قاعدين يريدين يأكلوا حتى بس احنا ولا احنا هنا اصلا ولا اخدين بالنا منهم هم برضو مفترونش ورا الكاميرا يريدين يستنيين نعم بس ويستنوا العقل مفيش وما بيطلوش حاجة في الاخر اما للاخر اللي من اللي بياخر انا هو بقى ربك حليم سطر بقى نقول له بقى خلاص يلا اصيب دوله نحنا الاتنين كده نمازمس فيهم شوية كده شوية زيتون ماشي هلو كده تمام اهو يعني بصي براحتك وهقوم حطالك بقى شوية جبنة متزرلة والله يا جماعة اللي بيعمل ضايت وهيوزن تاني يوم بلاش ياريت ياريت بلاش يحط الزتون اه نقلم الموضوع الزتون اه هعمل له احتباس في المياه كتير قوي اه تمام انت عايزين اوسعلكو كده مثلا عشان تشوفو والله ينور علينا يلا المخرجنا بيفتوب مننا نوسعه خضر مرادين يا سلام احنا والله ما بنؤثر مع حد خاص شوية جبنة متزرلة بقى تتأكدوا ان الجبنة المتزرلة معمولة تاني شوية جبنة متزرلة متكونش جبنة مصنعة طب ايه رأيك ما نعمل احنا الجبنة المتزرلة في البيت لا كده كرم مش كده ده انا شوية كده او هعمل لك جبنة كريمي وجبنة ريش ده انا هعمل لك حلقة جبن لا بجد بجد حيث بقى حلوة جدا مش كده بالزبط 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 شفتي بقى اصرت شماعك ممكن تتحط ممكن جبن حلومي ممكن جبن مجلولة ممكن شادر كمان ممكن حاجات كتير جد الجبن الصحية عشان دي حلقة كولسترول تعالي بقى كده نرفع دي كده هتحطيها فين بقى دي في الفرن هتحطي فرن مال الجبنة دي هنعمل فيها ايه؟ شوقوا كده الجمال ايه رأيت لا روحة ابداع اهم حاجة الكاميرا شايفة شايفة هي تقدر متشوفش الكلام ده كله شايفين طبقات 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 يعني حتة هشبع قصة احنا هندخلها الفرن وممكن نحط مشروب نزود له واو ايه بقى تحيش الحياة جامد لا لا ده عامل شغلة جامد احنا هندخلها الفرن احنا جوعنا الوقتي في عزيم دخلها الفرن بسرعة يلا وكمان هنروح للفيديو بتاعنا وهي في الفرن الفيديو نهاردة ايه بقى الفيديو خبز الصوف لا انا اقوم رسمع عليه خبز بصي بقى هتشوفي دلوقتي حاجة كده منفوخة وشهية كده وتمسيكية تحس بالرضا من غير ما تكليها يعني من غير ما تكليها هتحس من انترديتي حاجة كده هشة جدا وطعمها لزيز جدا جدا وده طبعا من قناة هالة الجنيدي واللي هتشرفنا النهاردة بوصفتها ممتازة جدا نشوف هالة وكل وصفاتك احلى من بعضها مستنيانك دايما تبدأ عالنا باحلى الوصفات وردينا نشوفي يلا بينا يلا استنونا خليكوا عادين شوية فاجعين